سخافة الشعب العربي، سخافة الرجل الشرقي، سخافة الإنسان اللي تفكيره على قده، رسائل الزواج بالمئات، ليش؟ أنا سيدة متزوجة، ما عد حدا بقى يبعث لي رسالة أنه معجب فيك، معجب بشخصيتك، معجب بالقصص، الرسائل المفتوحة ليحجز استشارة علاجية للرد على سؤال بما يخص المحتوى اللي أنا ساوي أو أقدمه، فمواضيع الطلب نحكي، هذه اسمها تضييعة وقت، احترموا وقت الناس حتى نحن نلتفت لمحتوى ثقافي، راقي، بيليق فينا وبيليق فيكم، أما أنه نضيع وقتنا حتى نفتح، بيكون في رسالة بقول بلك الموضوع مهم، بيفتحه، بتفاجأ بالسخافة اللي موجودة، باحترم مشاعركن، لكن انتوا احترموا خصوصية كل شخص، مو لأنه نحن عم نطلع على السوشال ميديا أنه صرنا متاحين، أنه انتوا فيكم تبعتوا رسالة، فيكم تبعتوا اتصال، هذا الموضوع اسمه قمة السخافة بالتفكير وبالتصرف وعدم احترام خصوصية الطرف الآخر، ممكن كون أنا عم طبق التمارين، ما بقدر طبق وأنا لابسة محبسة، لكن أنا سيدة متزوجة وملتزمة ببيتي، ووقت اللي أنا بدي اطلع وقدم محتوى، هذا المحتوى راقي ضمن حدود أنا راسمته، وانتوا دخلتوا لعيلة أناقة أنثى، لازم تحترموا هاي العيلة، لإسمها احترام، ونحنا متفقين على أساسيات الاحترام، وما بدنا نطلع عمواضيع تانية، ما بتهمني، ولم دور عليها أبداً، خلوكم بشؤونكم، واحترموا المحتوى اللي أنا عم قدمه، ولا تسخفوا من الأهمية العلمية اللي عم قدم لكم ياها، بتشكركم ومحبتي